عايز اقول لحضرتك ان في الفتر الاخيرة اكتر من عشر حسابات جالهم اسبات ملكية ادسنس لكن الوضع هنا مختلف فالخطوة التانية تم تعليق حسابك على ادسنس المرتبط بقناتك وقد يعود السبب الى القيود المفروضة على البلدان في ادسنس او نقارات غير صالحة او اسباب اخرى متعلقة بالسياسات طيب دلوقتي ده اللي ظهر لي في قناتي على اليوتيوب لما نيجي نفتح ادسنس وندخل على معلومات الدفع او الدفعات يعتذر عليك تلقي العوائد في الوقت الحالي لان حساب الدفعات التابع لك معلق لو ضغطنا هنا وشوفنا ايه اسباب تعليق الدفعات مش الدريب لا الدفعات هلاقي اول حاجة اسبات الهوية تاني حاجة عدم اسبات صحة عنوانك وده حضاك ملكش دعو بها لان حضاك لسه في البداية يعني القناة دي لسه 10 دولار لسه في البداية مش عنده اي حاجة لسه حيرسل مرة واثنين وثلاثة واربعة عدم اعداد درق دفع مش مطلوب من حضرتك درق دفع عدم ازال التأجيل مش عنده تأجيل طب ايه السبب يبقى عدم اسبات هويتك ايه المفروضة عامل ايه بقى؟ اسبت الهوية طب اسبت الهوية ازاي؟ اول حاجة حضرتك بتدخل على ادارة الحساب وتدخل على المعلومات الشخصية وتدخل تشوف الاسم بتاع حضرتك زي البطاقة بالزبط ولا لأ؟ زي البطاقة بالزبط ولا لأ؟ لو زي البطاقة بالزبط يبقى عشر العشر لو مزي البطاقة يبقى تغيره وتسيبه كده ايه؟ نص ساعة وترجع تعمل خطوات تحولك عليها منها مثلا انك تكتب على جوجل اسبات ملكية عشان مش يشبلك في الرابط لا خليها اسبات ملكية ادسنس في جوجل واول رابط هم موجود عندك من جوجل نفسه وتدخل تشوفها وبيجيب لك الاسبات اهو قدام حضرتك غير كده انا ممكن يسيب لك الرابط ده ان شاء الله في الوصف يعني حضرتك عندك الترقتين تدخل تجيبها من جوجل ماشي مش عاد تجيبها من جوجل انا هسيبها لك في الوصف بنسبة كبيرة كده نيجي لأول حاجة لاسم يبقى الاسم اها زي الاسم اللي احنا عرضناه في الاول زي ما قلنا في الاول الاسم نفس الاسم اسم العائلة نفس الاسم اللي في البطاقة زي ما عرضناها لحضرتك في الاول بالزبط بالزبط نيجي لبريد الالكتروني نفس البريد الالكتروني بتاع الادسنس عادي ما فيش اي مشكلة السنة وعايز تحطه وخطه مش عايز تحطه براحتك اختيار خدمة عندك اكتر من خدمة حضرتك حتختار ادسنس بعد كده معرفة الملف الشخصي لحساب الدفعات اضغط هنا وبعد كده حيجيلك الثلاث او الاربع الثمن ارقام بتاعلي اثناشا الرقم بتاعلي ايوه دي خده نسخ وتعالي هنا وحطه لسق تمام الموضوع صحيح لحد هنا اه بعد كده حضرتك هتاخد هنا وتختار اختيار ملف وتاخد الوش بتاع البطاقة والظهر بتاع البطاقة ليه حتاخد الوش والظهر عشان اسبات الملكية طيب لما يجي يقول لي في الاختيار ده هل يظهر عنوان النسل على الجهة الامامية من بطاقة الهوية هنعمله نعم ليه عشان انا مصري والبطاقة في مصر في الامام فيها العنوان طيب لو مش عندي حتقول لا او تاخد الظهر تمام والظهر مش لازم يكون فيه اخد بالك مش لازم يكون فيه العنوان لازم يكون فيه الحتة دي او دي هتلاقي كده باركود كده هم فاهمين الدنيا ماشي ازاي. وانا فعلت لناس في السعودية كده. بنفس الطريقة دي. وغير 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 وما فيش اي قلقة يعني. ماشي. هل يزهر عنوان? طبعا لأ. ليه? لانها مش عندي. لو عملت لأ ما يزهرش كده. مش ظهر عندي بالشكل ده. هيجي لهنا يقول لحضرتك حات الزوايا. السبعة المستند. الرابعة. الاربعة من المستند. اسمك والاسم الاول والعائلة. عنوانك. بس هيطلب منك مستندات التانية خلص غير الهوية. منها كشف حساب. كشف حساب بطاقة الصحب الالي. فطورة خدمات. مستند تأمين. اتفاقية الايجار الحالية. اي حاجة من حاجات دي. هيطلبها من حضرتك. فهنا لازم تكون عارف حضرتك هتعمل ايه? ا. لأ. لأ. ا. يعني عندك نعم لو هو ظهر. لأ من ظهر تحط الظهر بتاع البطاقة. عندك ا. ولأ. لو ا ظهر ورا خلاص. لو لأ لازم تجيب مستند كشف حساب او حساب بطاقة صح بقالي او فطورة خدمات او مستند تأمين او اتفاقية الايجار الحالية. عقد ايجار يعني. اي حاجة من حاجة دي. طبعا انا في غينة عن الكلام ده كله لان انا في مصر ومصر موجود قدامي. وبعد كده بعمل ارسال. اول ما بعمل ارسال اللي بيحصل. مش بيحصل اي حاجة من حضرتك. هتروح تفتح الجيميل بتاعك. وتعمل رفريشك الامر. وبعد لما تعمل رفريش هيجي لحضرتك رسالة بيقول لك نشكرك على الرد على طلب تقديم المعلومات. انتظر الازمة وان شاء الله هتنحل. يوم يومين تلاتة اربعة. وحيتم ازالة التعليق. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة. انا صحيح تاني يوم لقيت نفسي عندي نفس المشكلة دي. والتعليق لسه ما ننزلش. اسكت. ابعت تاني. تالت يوم ابعت تالت. رابع يوم ابعت رابع. مفيش اي مشكلة. والموضوع ده تم على اكتر من قناة عندي. واتمنى ان انا معرفش هشوفه. ومش مشكلة زي القناة دي مثلا جيميل اهو. اهو. لو جينا دخلنا وشفت ادي بعتلي مرة. ماشي. والتانية هي. لما بعتت التانية هي. ماشي. والتالتة هي. يعني ادي مرة. اتنين. تلاتة. تلات مرات لجات لما ردوا علينا. بدأنا يوم تلاتاشر انتهينا يوم خمستاشر. فاهمني يعني عدد يومين. دي اه خاصة باسبات الملكية وان شاء الله الموضوع سهل ما فيش اي مشكلة عند حضرتك. انتظرنا ان شاء الله نرجع نكمل الحلقة بعد اسبات الملكية ممكن يقعد يوم او يومين. وعلى الفكرة حامل حركة نفسها بكرة لو لم يتم تفعيل الحساب او ازالة التعليق. هعملها تاني. فحضرتك مطلوب انك تعمل موضوع ده تاني بكرة. وحشرح في الاخر انا عملت ايه? لو عملتها مرة او اتنين او ثقائية هوضح لك بالتفصيل. تمام? شكرا. نتقابل ان شاء الله كمان فترة من الوقت يومين كده. هنعلق الفيديو لغات لما نلجع. شكرا. انا ارسلتها مرتين بس وتم تفعيل الحساب. المرة الاولة كانت مع حضرتك. اللي هي قبل الفجر يوم ستاشر. والمرة التانية كانت ستاشر العصر كده. والمرة التالتة تم اثبات ملكية الحساب. وكل حاجة رجعت زي ما كانت. كل حاجة زي ايه? القناة. لو جينا دخلنا على القناة اللي كانت لم تعد القناة تحقق ربح. ودخلنا على تحقيق الربح. وبصينا قدامنا هنلاقي كل حاجة رجعت زي ما كانت. بس. مطلوب من وليد بس ان هو يكمل عملية الاعداد في ادسنس. وهي اثبات الملكية والمعلومات الضريبية. وضاف الطرق دفع. علشان يبدأ يكون جاهز لاستلام الارباح. الموضوع سهل. ما تقلقش منه. اهم حاجة يكون معاك اثبات ملكية. وان شاء الله اثبات ملكية اللي هو الحاجة المطابقة للبطاقة بالزبط. علشان كده دايما بيقول لحضراتكم يا جماعة. يا جماعة. غيرت حاجة في ادسنس ترجحها تاني. يا جماعة لو عندك اي مشكلة في ادسنس. ما تعملش حاجة جل ما تكلمني احنا نقول لك المفيد صدقني. انا معاك عشان اخدمك مش ضدك. ولو حضرتك سمعت الفيديو الخاص بالمعلومات الضريبية. هتسمع في الاخر بقول لحضرتك لو سمحت لجع البيانات تاني. حضرتك اسمع الفيديوهات للاخر علشان تتعلم. لكن ما تقولش انت السبب ان حضرتك عملتلي حاجة وعملت زيك في الفيديو. وما تسمعش اخر جزء. وتيجي تقول انا السبب. لأ. حضرتك السبب. لما تيجي تسمع فيديو اسمعه للاخر. ولو عندك اي شك اسألنا. فاحنا دايما بنجاوبها لحضرتك في قاطر ما تلاحق فكرة. بالتوفيق للجميع. الف مبروك يا وليد. اتمنى ان احنا نكون صلحنا الحاجة اللي فيها حاجة غلط. وده اسم قناتك على فكرة اسم قناتك حلو جدا. وربنا وفقك من نجاح النجاح. نتفوق لتفوق. يلا. انطلق علشان تبدأ تحقق ارباحك على اللي تيوب. بالتوفيق للجميع.